بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشراف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة الرابعة من الوحدة الرابعة وكنا قد ذكرنا فيما مضى أقسام الخبر باعتبار قائله وتحدثنا عن قسم الأول وهو الحديث القدسي وتحدثنا كذلك عن قسم الثاني وهو الحديث المرفوع وتحدثنا عن قسم الثالث وهو الحديث الموقوف وفي هذه المحاضرة الرابعة سوف نتحدث عن الحديث المقطوع ويأتي إن شاء الله في المحاضرة الخامسة الحديث عن الصحابة وفي المحاضرة السالسة الحديث عن التابعين كما ذكرنا أن القسم الرابع من أقسام الحديث باعتبار من أسند إليه أو باعتبار قائله هو الحديث المقطوع وفيه عدة مسائل المسألة من حيث تعريفه تعريفه في اللغة لفظ المقطوع هو اسم مفعول من قطعة ضد وصل ومن حيث الاصطلاح يعرفه المحدثون بقولهم هو المقطوع ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل المسألة الثانية في شرح التعريف يتضح من الكلام السابق أن الحديث المقطوع هو ما نسب أو أسند إلى التابع أو تابع التابع فمن دونه من قول أو فعل وهذا ظاهر فإنه سبق لنا أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقف هو ما أضيف إلى الصحابي ما أضيف بعد ذلك إلى من دون الصحابي أي إلى التابعي أو من جاء بعده من تابع التابعين أو من بعدهم أصطلح على تسميته بالمقطوع والمقطوع غير المنقطع والفرق بينهما أن المقطوع من صفات المتن بينما المنقطع من صفات الإسنات بمعنى أن الحديث المقطوع هو من كلام التابعي فمن دونه فهو صفة يوصف بها المتن نفسه وقد يكون هذا المقطوع قد يكون السند فيه متصلا إلى ذلك التابعي وهو مقطوع بهذه الصورة أما المنقطع فهو الذي يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل سواء كان مقطوعا أو مرفوعا أو موقوفا وهذا لا تعلق له بالمتن مباشرة هذا ما يتعلق بقضية شرح التعريف المسألة الثالثة في الحديث المقطوع وهي الأمثلة على الحديث المقطوع المقطوع القولي مثاله قول الحسن البصري رحمه الله هو من التابعين كما هو معلوم في الصلاة خلف المبتدع قال صلي وعليه بدعته المثال الثاني للمقطوع الفعلي وهو قول إبراهيم بن محمد بن منتشر قال كان مسروق وهو الهمداني مسروق من الأجدع قال كان يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم يعني يتركهم ودنياهم فهذا حكاية فعل عن هذا التابع وبالتالي فهي مثال على المقطوع القولي طيب ما حكم الاحتجاج به هذه هي المسألة الرابعة المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية أي ولو صحت نسبته لقائله وتعليل ذلك لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه فيصبح حينئذ حجة ومثال ذلك قول بعض الرواه عند ذكر التابعي يرفعه يعني لو جاء لنا مثل المثالين السابقين والذي رواهما عن الحسن أو عن غيره قال يرفعه هذه قرينة فلو ذكرت مثلا فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل له حكم المرفوع المرسل المسألة الخامسة اطلاقوا المقطوع على المنقطع أطلق بعض المحدثين كالشافعي رحمه الله محمد بن ديس الشافعي والطبراني رحمه الله أبو القاسب سليمان بن أحمد الطبراني كل منهما أطلق لفظ المقطوع وأرادوا به المنقطع أي الذي لم يتصل سنده وهذا الصلاح لهما ولكنه الصلاح غير مشهور قد يعتذر للشافعي بحكم تقدمه لأنه توفي في سنة 204 بأنه قال ذلك قبل استقرار الإصطلاح أما الطبراني الذي توفي في سنة 60 و300 فإطلاقه ذلك يعتبر تجوزا عن الإصطلاح المسألة الأخيرة عندنا من مسائل الحديث المقطوع وهي من مظنات الموقوف والمقطوع أي الكتب التي هي مظنة وجود الأحاديث الموقوفة على الصحابة والأحاديث المقطوعة التي هي من كلام التابعين فمن دونه من الكتب التي هي مظن ذلك أولا مصنف بن أبي شيبة وهو كتاب مطبوع أكثر من طبعه وفيه أكثر من 30 ألف حديث وأثر يليه كذلك مصنف عبد الغزاق وهو أيضا مطبوع وفيه أكثر من 21 ألف و33 أثر وحديث أيضا من مظن هذه الموقوفات والمقطوعات بعض كتب التفسير كتفسير بن جليل الطبري وكتفسير بن أبي حاتم وكتفسير بن المنذر هذا ما يتعلق بالحديث المقطوع والله أعلم وصلى الله عنه بن محمد والسلام عليكم